اتكلمت عن التصوير في كذا فيديو قبل كده بس لسه في ناس الموضوع ما وصل لهمش قوي فقلت عامل فيديو زي كيك ستارت كده عشان لما يطلعوا نتيجة حلوة يتشجعوا ويصوروا أكتر ومع التصوير كتير والفيديوهات الجاية هتبقى النتيجة أفضل في كل مرة أكيد سمعت عن ISO لا طيب الـ Aperture لا طيب الـ Shutter Speed طيب نشرحهم تاني الـ ISO والـ Shutter Speed والـ Aperture دول حاجة اسمها مثلث التعريض وهنسميها مثلث التصوير عشان كلمة التعريض يعني سمعتها مش كويسة شوية الثلاث عناصر دول هم مثلث التصوير زي ما أنا قلت وهم أهم عناصر في التصوير هم التصوير أصلا والتناسب والتناسق بينهم مهم جدا عشان الصورة تطلع مظبوطة مش Overexposed يعني من نورة أوي ولا Underexposed يعني ظلمة أوي ولا فيها Noise اللي هي الحبوب اللي بتبقى فيها دي الـ ISO هو حساسية سنسر للكاميرا للضوء اللي داخل من العدسة يعني الضوء بيعدي من العدسة بييجي من برة بيدخل في العدسة بيعدي جواها وبيوصل للسنسر حساسية السنسر بقى للضوء ده قد ايه؟ عالية ولا قليلة وبتتحكم فيه بالزيادة والنقصان بحسب ظروف التصوير فمثلا لو بتصور بالليل فبترفع الـ ISO شوية عشان الكاميرا تبقى حساسيتها عالية للضوء فالصورة تطلع منورة أو فيها إضاءة شوية فمعنى كده لو بتصور بـ ISO قليل فلازم تكون في مكان إضاءته عالية وصلت؟ لو لسه ما وصلتش اكتبه في التعليقات دلوقتي حالا وأنا هرده على كل واحد حاجة سريعة كده بخصوص النويز فيه نويز وفيه جرين النويز دي بتطلع صورة الكواليتي بتاعتها زي الزفت ولما تكبرها ما تبقىش فهم الصورة دي بتاعت ايه أصلا لكن الجرين مختلف تماما ده جودة صورة عالية بس فيها لمسة فنية كده اللي هو زي الصور القديمة طيب اتكلمنا عن السنسر اللي موجود في الكاميرا اللي هو يعتبر هنا نطلع بره شوية ونتكلم على الشاتر الشاتر موجود هنا فالسنسر هنا الشاتر هنا الشاتر هو البوابة اللي بتسمح للضوء اللي جاي من العدسة يخش للسنسر والشاتر ده عبارة زي ما أنا قلت عبارة عن بوابة بتفتح وبتقفل فبتفتح تسمح للضوء يخش وتقفل تاني سرعة الفتح والقفل دي هي اللي بتخلد السنسر يتعرض للضوء لمدة معينة إذا كانت قصيرة أو طويلة زي كده وسرعة حركة الشاتر دي ممكن نتحكم فيها بالزيادة أو بالنقصان يعني نخليه سريع زي كده أو بطيء زي كده خدتوا بالكو أول مرة فتح وقفل بسرعة تاني مرة فاحنا من خلال سرعة الشاتر بنقول للكاميرا تاخد ضوء قدقي فلو سرعته عالية بيدخل إضاءة قليلة ولو سرعته بطيقة بيدخل إضاءة عالية وهو مسؤول عن حاجتين في الصورة تثبيت الجسم اللي انت بتصوره أو إضافة حركة أو موشن فهو يبيعمل فريز يبيعمل موشن فمثلا لو بتصور حد بيجري وعايز تثبت الصورة تصوره بالشاتر عالي أو سريع ولو عايز تصور لونج اكسبوجر زي الصورة دي بتختار شاتر بطيء والشاتر سبيد بتتقاس بالثواني ياما جزء من الثانية ياما بقى ثانية اثنين ثلاثة اربعة خمسة زي ما انت عايز تالت حاجة في مثالة التصوير هو الأبتشر أو فتحة العدسة كده إحنا سألنوا بس أركب دي الأول الصوت ده جميل تالت حاجة احنا الأول تكلمنا عن السنسر بعد كده طلعنا للشاتر بعد كده دلوقتي هنتكلم على الأبتشر أو فتحة العدسة فتحة العدسة انا مش عارف هي هتبان من هنا ولا تالي مش هتبان بس هو فتحة العدسة هي عبارة عن أجزاء معدنية متدخلة انت بتتحكم فيها توسعها أو تدايقها فلو فتحة العدسة ديقة هتدخل إضاءة أقل ولو فتحة العدسة واسعة هتدخل إضاءة أكتر طبعا هتقول لي إزاي الفتحات الوسعة أرقامها أقل هقولك مش وقته ومش عايزة صعبها عليك فركز فيها زي ما هي كده بس عموما ده كويس عشان تعرفها بحاجة مميزة فرقم الأبتشر الصغير معناه أن فتحة العدسة واسعة العزلة أكبر وإضاءة أكتر دخلة للكاميرا والعكس تماما في رقم الأبتشر الكبير إضاءة أقل عزلة أقل وفتحة دقيقة وعشان نتعلم نصبت الثلاثة مع بعض وإحنا بنصور في حاجة اسمها Camera Light Meter وده اللي بتشوفه لما بتبص من View Finder اللي هو ده View Finder لما بتبص كده في حاجة جوة كده بتشوفها صح؟ ليا في زي ميتر كده وعليه مؤشر ده Camera Light Meter أول حاجة لازم تحدد الأول أنت عايز إيه من الصور عايز النتيجة النهائية إيه وليكن مثلا أنت بتصور بين أدم أو حاجة وعايز تعزلها عن الخلفية فمعنا كده هنعمل إيه؟ هنختار رقم Aperture صغير اللي هو فتحة العدسة الكبيرة خلاص زبطنا مثلا على 1.8 نبدأ بقى نزبط ISO والShutter Speed على الأساس ده لغاية ما المؤشر بتاع Camera Meter يبقى في النص وقتها تدوس على Shutter Release صورت طلعت مش تمام قوي تبدأ تعدل في ISO تاني والShutter Speed ما تجيش نحيت بقى الAperture خالص لأن انت هدفك الأساسي هو عزد الجسم عن الخلفية فما تجيش ناحيته خالص كل اللي تلعب فيه ال-ISO والShutter Speed ناخد مثال كمان مثلا لو بتصور واحد بيجري وعايز النتيجة النهائية اللي انت عايزها ان يكون سابت في الصورة واضح فكده الأولوية تبقى الايه؟ للShutter Speed لأن احنا قلنا ال-Shutter Speed هو المسؤول عن التثبيت أو الموشن فأول حاجة تختارها سرعة Shutter Speed عالية عشان تسبت الجسم وبعدين تبدأ تزبط ال-Apture وال-ISO على الأساس ده يبقى احنا هنا الناحية دي في المثال ده اخترنا ايه؟ ال-Shutter Speed زبطناها خلاص زبطناها وبعدين على الأساس هنزبط ايه؟ ال-Apture وال-ISO لاش تا كده؟ صورنا النتيجة ما عجبتناش ولياكم مثلا الإضاءة عالية الإضاءة واطية نبدأ نغير فين؟ في ال-Apture وال-ISO بس ما نجيش ناحية ال-Shutter Speed خالص لأن احنا خلاص باختيارنا لل-Shutter Speed حددنا احنا عايزين ايه؟ طيب لو بتتفرج على الفيديو دلوقتي وعجبك واستفدت منه يبقى تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تعرف أول ما فيديو جديد ينزل ولو عندك أي سؤال اكتبوا في التعليقات وهشوفكم الفيديو الجاي ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت بتاعت التصوير هتفتكوا جدا هشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة